يا اهلا وسهلا يا مرحبا ويعل يومكم ورد في سلسلة القطارات اللي على امن راح تستوي سلسلة جميلة باذن الله تتجمل بوجودكم ودعمكم لهاي السلسلة وادري بكم تحبون ستي سكاي لاين في هذه القناة وان شاء الله راح نسوي اشياء حلوة نزين الحين على اساس ان ماشي ادروب كلها للمطار ابا اسوي الشعبية لوين للمطار طبعا مثل ما اتفقنا هذا الشارع راح يكون رئيسي للمطار فما راح يقطع شي ثاني اي شارع ثاني في الوسط هو الشارع الفرعي راح يعتبر هني في الوسط عندنا راح نحطي شو يا اصدقائي راح نحطي ثريج ثاني بالطريقة هذه سيدخل الشارع عدل ومنها ياخذ من كيرب الشارع وقل لغينا فكرة البترول انا ما كان عندي رسورس فايندر اخر مرة فما عرفت ان هذا الصراحة كان بترول توقعت انه بيكون منطقة زراعية لكن نسيت تكود الالوان مثل ما قلنا لكم نحن مصدين شوية من فترة ما لعبنا ستي سكايلين والحين راح نسوي ان شاء الله مدينة حلوة تستمد قوتها من المواصلات الجبارة نزيل الحين الفكرة انه هني راح يكون عندنا نحن قرية ولا مدينة ثانية والمدينة هذي امتداد طبعا طبعا كلها مدينة واحدة لكن امتداد شوي يعني مثل ما تقوله امتدادات ضخمة قاعدين نسوي ولا نسوي توسعات كبيرة اتا تايم ما نسوي توسعات صغيرة حاليا نحن كل شي قاعدين نسوي توسعات ضخمة وكبيرة جدا خلنا نسوي اخر شي احني ونطلع هذا المكان الامتدادات اللي قاعدين نسويها امتدادات ضخمة ومش امتدادات صغيرة ابدا 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 ما قاعدين نسوي اي امتداد يكون انها صغيرة فهذا له ميزاته له عيوب نحن مثلا عيبة الحاجة الملحة ولا مرة واحدة بتشوفون المدينة تقلب عليكم في الاحتياجات اللي قاعدة تسويها فهذا بعد راح تكون شوي ازمة بالنسبة ل للمدينة كاستركشر ولكا خلنا نقول بس اطني شكل حلو تخريبا طلع ايبني نايل يعني نايل على رضائي يعني نوعا ما بس احاول امشي مع الشارع مش ان انا مشي الشارع على كيفي على اساس انه يطلع اشكال عندنا حلوة ويطلع عندنا شوارع رئيسية في الوسط يعني ما يستي المدن كلها بدون شوارع رئيسية في الوسط يعني الحين هذا يعتبر شارع رئيسي في الوسط ابا اسوي لأباقريد كامل بس راح يكسر الدنيا بس بخلي على هذا من هنا وهو الأباقريد الكامل مطار عقب يوم يستوي عندنا ميزانيات ضخمة الحين ميزانية قامت تتعدل الفيش ماركت قام يدخل شوي فلوس الصراحة وما قام ينقصنا وايد سمتش هنا يعني فيه عندنا سمتش الناس قاعد تشتري فهذا قاعد يعطينا فلوس انا سنسي يعني قاعد يعطينا فلوس الشي اللي راح نحتاجه نتوسع فيه الكهرباء واحتمال كبير ما يتعادي بيعيش ما عليه منزين الحين هني نحنا الاشياء اللي ناقصنا هايل هايل على بعد قصير مننا يعني مش مش شيء وايد بعيد وما نقدر نسويه فشو بسويه الحين راح نزيد السكان وهذا هني راح يكون القلب حق هالخدمات هاي فشو راح نسوي راح نزيد كمية السكان بشكل تدريجي ومع الوقت لازم نبدأ نسوي اماكن حدائق اكثر انه صراحة شوي ساحب على الحدائق كان عندي فكرة الحدائق بس صراحة انا ما مشيت على اللي في بالي وغيرت وانا ألعب وهي استوي وايد انت تلعب ستي سكايلان يعني انك تغير فجأة مرة واحدة تغير 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 هذا يستوي تدخل بخطة وتطلع بخطة ثانية لان المدينة مرات تمشي بشكل مغاير على اللي انت تتبعه وهي من ميزات اللعبة اساسا يعني اللعبة لانها تعتبر سوميليتر لعالم لشو هذا بنخلي يمحق المراكز هالثنين سواء صحية طبية شرطية لاهم الشرطة او غيرها بس هذا لا هذا هذا لا هذا خلنا نسوي مكان محلات لانا راح نقصنا محلات وخلنا نسوي هني محلات اكثر بالطريقة هاي اساس يكون في خدمات في المنطقة الناس وما تمشي يعني لازم تروح هناك الحين كان عندنا نحن محطة باصات تذكرون ولا نقطة باصات ولا خط الباصات هذا الحين خط الباصات هذا وينك هي خط الباصات لازم نطلع في نقطة امتداد لهين لهذا المكان بالطريقة هاي ونطلع في نقطة ثانية اهني ونطلع في نقطة ثانية اهني نطلع في نقطة ثانية اهني على اساس الباص مانا شي يسوي يمشي على الطريق الخارجي اللي نحن نباه انا شوي خربطت الشارعين دقيقة وليش بيوقف هني هاي لهالصوب مشارع هالصوب مشارع هالصوب مشارع رع ديش بيروح هني ويرجع لو عندي اللي يغير الخطوط كان حلو ولا اقدر اغير هنه اظن من هني ايوه خلنا نغير الاخطوط بالضافت فهذا استواهني ها بيسوي على هذا ولكن لاني انا يبدا بالعكس يبدأ من نقطة يديدة في كل حواله كان بيمر هالمرور هذا الا اذا سويناه بالطريقة هاي ويبدا نقطة من وين من هنا فخلاص ما بيتلاقى مع البا انا ما باهم يتلاقون الفكر انا ما با الباصين يتلاقون فاستوت عندنا المواصلات الاثنين وواصلين المتر صح ان هالخط شوي كبير الصراحة مفروض سوي لخطة بروحه امانة ولكن اتصور اه ما ما علي بيكون زين صراحة خط كبير شوي بس بيمشي عادي يعني ما ما بمفروض يسوي لنا ازمة ضخمة اللي تسد الدنيا بس اوكي عادي هذا بعده عنده مشاكل ما وصلنا للا كم باقي لنا سبعمائة الف انا بخلي حتى لو في نقطة شوي بخلي مو مشكلة داما يدخل بروفيت خلى نقدر نحطي صراحتان هني بعد وهني بس ام احس ما يحتاي حاليا نقدر نعب المنطقهاي بس انا باسوي الشلفش اللي عنا من نوايد في عندنا وايد هني سمتش نقدر نتسفيد المساحة كاملة اصلا الحين هاي المدينة الصغيرة بتصعد بشكل سريع نسبيا لانا عندها كل شي تقريبا بس في خدمات ما عندها منها الحدائق الحين انا قاعد احطي حدائق نوعا ما جاهز عفكر اضافوا باركن بطابقينة نوعا ما قاعد احطي الحدائق بشكل اني ما ايب العيد في المنطقة باكملها صراحتا يعني متنقدر نسوي حدائق وسطية نفس هذي بالنسبة لبعض المناطق رح تحلنا شوي ازمة حدائق وراح اطور الناس وراح تعطي مجال يعني للناس انها تشتغل نزين الحين اذا هذي انا اسويها منطقة محلات حلوة احسها بس بتسوي لحشرة زين ليش ما نسوي منطقة محلات على الشارع العام هذا او اه شوفوا الحند الشيطان في معضلة اخلاقية اكسر بيوت ولا ازيد شوارع خلاص نحطيه في الشارع هذا على الشارع العام منطقة هم يقدرون يمشون من الداخل نظريا زين بس بعدنا محتاجين ان متحكم في الشوارع في الوسط انه يمشون عليها بس اه مفروض ما يسوي لنا اشكالات ضخمة لنا الحين بس مفروض يسويون طلب على الناس اصاع البيبل ولا زيادة الشعب زيادة الشعب نحن نكسر زين الحين هني يمكن ما احطي عندهم ولا احطي عندهم مدرسة اقدر احطي مدرسة عندي مكان اماكن حلوة حق مدرسة بتعلم كمية ناس الثانوية مش بالضرورة كلهم بس اتصور هذا راح يخدم اه مناطق وايدة مش منطقة وحدة هذي واللي علي مينها فخلنا نحطي ثانوية هني لانا قاعدين نتطور شوي 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 نتطور قبل لا يستوي علينا منطقة تعليمية كاملة طبعا حاليا ما قاعدين ازيين قاعد نحطي مدينة رقم ثلاثة هاي ستاندر رقم ثلاثة نقدر اوسعها من هالصوب من هالصوب نقدر اسوي هني مدينة داونتاون على غلب هني بتكون بيكون فيها بوتات وبعض الاشياء والتنقل اللي انا مش تغرب منه مش مش تغرب منه دا با اسوي شوي مختلف عن اللي موجود يعني اذا اقدر افتح اكسس لهاي المنطقة اللي ورا بدل جدام اروح ورا واروح هني بس انا في النهاية ابا المنطقة تكون بالطريقة هاي فعال اغلب بروح باخذ الليبل وباخذ هذا وباخذ هذا وباخذ هذا لان الليبل فيه اه اكسس القطار محتاجين مكان حق القطار بشكل اساسي والقطار مش موجود الا هني للاسف يعني فلازم ناخذ المنطقة اللي ورا بعد هذي محظلة مختلفة شوي لكن تمشي تمشي نزيل اه ازل متى بنحطي حق هاي الخدمات بس خلنا نحطي محلات عند وين بيكون مترو هذا راح يكون مترو صح ابا حطي عنده محلات ابا اسوي زحمة المترو لازم يكون مول الناس تنزل من المترو تاخذ الاسندويتش تاخذ الاشاي رايحة الدوام رادة مكان حيوي تلوتيفون في ثخافة المترو في اليابان راح تستغربون كمية الاشياء اللي موجودة في المترو كمية ضخمة من الاشياء الحين حتى مو عندي باس يوصل بين المنطقتين تراه التالي راح يسوي لنا هذا فارق وايد القاربش بروسسنج شخباره نازم نبدأ نتابعها الحين هاذا راح يكون معضلة بالنسبة لنا نوعا ما في المدينة هاي بس مش حاليا حاليا ناوكي ميزانيات زينا ايوه الحين صح الحين بيبدأ يفضي هذا تسسعة وتسعين بلمية فل واووو. اشتركه خلي كون كبير زين. هذا ما بيقدر يحغب شيء. بس اوكيlia لحين يعني ترى اوكي وضعنا اوكي ما نحتيه الصراحة. بس تعرفوا شو نحتيه إنحطي لنا مكان مولي. ميديا برد كاستنج أنا شوي مش معاه كما بدأ. بس ابل المول. اه المول كان. احطي المول هنية الحين. وحطي حول البيوت. ها شو نتطور في طريقة البناء. نتطور شو طريقة البناء. من زين? فشو نسوي? مطر الدنيا. من زين? نتطور شو طريقة البناء عساسا انا احيت على ما اذكر المول كان مش هني ده. مش واحد من هاي له. هذا. نقدر نحطي اللي هني في الوسط. نحطي حوله محلات. هني نحطي حوله محلات في يكون المكان وايد مرتب. ويكون في خدمات. خدمات شوي مختلفة مش نفسه. كله 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 نفس الخدمات. لأ. نغير في الخدمات آآ شوي. شوية نغير في خدمات. شوية نغير في الخدمات. يلا. هلما بنا. فالحين بنحطي المول. نزين المول المول اين انت تبقى نحطيك المول. نظني. يبدو مكان ممتاز هذا. نزين. وعند المول اشي اللي يكره في ويد ناس. يوم احطي باركنات. بس المول ممكن اسوي له امتداد عنده. مبنى كامل هني. المبنى هذا راح يخدم منطقة ضخمة ترا جدا. بدل ما احطي باركينجز الارضي. اتم احطي هاي. بس هذا احس لازم. جانبي اثنين. وجانبي اثنين. بطريقة هاي. زاد مبنى سنتر على المول. زاد. نسوي زون حق المنطقة هاي حديقة. زون بارك اريا. ونبدأ نحطي اول حديقة في المنطقة كاملة. الحين الناس اللي بتمشي للمول. شوف اللي بتمشي للمول رايحة سياحة. بتتفعل لنا تعرفة بسيطة على شو. على حديقة. نوعا ما. لان هم مفروض ياخذون اسرع الدرب. الفكرة يعني. بس ما بسكر عليهم. ما راح نسوي القلتش. ما راح نسكر عليهم. بنسوي الستي بارك. اللي موجود حاليا نصرا. نسوي مدخل الرئيسي ما له. خلف المول. اوكي. ونسوي مجموعة مداخل الجانبية. حق الستي بارك هذا. بالطريقة. هذي هني مدخل هني. خلنا نكبر المكان شوية. زين. نسوي هني اريدي اكيو باي ده. تبعا لكم. ادخل. هني ما هدخل ومخرج وهني نفس الكلام. وستي بارك راح يحتوي على حاول نمشيه اذا قدرنا. لانه مو عندي كل المدسة الصراحة. جنب المولي. بالطريقة هاي. هذا راح يوفرنا نوعا ما منظر. وجلسات حق الناس. وراح يدخلنا على امل يدخل شوي فلوس. نزيل. الحين نفس الشي بالطريقة هذي. نفس الشي بالطريقة هذي. نفس الشي بالطريقة هاي. بحاول ما اخرب اماكن كلها اني بحطي محلات بعد. نزيل. وبحطي محلات بالطريقة هذي. بحاول هاي ما اخرب عليها لان هاي. مثل ما تقولون بيكون جوهر في المكان ولا شيء اساسي. الحقيقة الحين. دخلت فلوس دخلت. ما دخلتها موضوع ثاني بس الهدف الاساسي حالي منهنش دخل الفلوس. الافل ولا ازيد من مستوى الحدائق عندي. منزيل. يبا للمكان ماي. خلنا نزيد الماي. خلنا نزيد الماي. منزيل. ونحطينا شوية اشياء في الحديقة. على امل. نسوي باب لك شو سيربس لهم. حطي الله يعزكم اه بيت راحو هاي السوالة في الحديقة. بالطريقة هاي. ممكن نحطي واحدة هني يخرب المحل هذا ما عندنا مشكلة. وهاي الاشياء الموجودة اصلا ما في غيرهم منزيل. الحين نقدر نشوف الحديقة. هل هاي كفاية تلفل؟ هي كفاية تلفل. بعدين نقدر نزيد شي اذا فتحت. نحن المشكلة اللي نباها يفتح عندنا الكرسي هذا. الكرسي هذا اللي بل كم يفتح? لبل ثري. للأسف يعني هذا لبل ثري. منزيل. الحين فتحنا الاشياء الضخمة شوي بشكل اقوي يعني. بس حول هالمكان لازم يكون فيه بيوت. اول شي خلنا نرصوا البيوت مالنا. وهي البيوت بتكون مفروض ان نحن نسويها اف خم من غيرها. ليش؟ لان نحولها حدايق واشياء. يعني منطقة الفاليو ما لها عالي. خلنا نشوف الفاليو ما لها الفاليو هذا هو. شوفوا. ازرق. المكان بكبرى ازرق اصلا. ما فيه. المكان مرتب من الخاطر. بالطريقة هذي نبدأ ان نرص البيوت حول الحديقة والمولة. وهذا بعد نفس الشي بنفس الطريقة. مستوى عند الناس سماكن. طيبة نوعا. ما انا يمكن اشل هايل وحطي هني محلات ترى. مش يمكن خلنا نشل هايل لانا هايل نسوي ليزعاج في الحديقة. بصراحة. ونشل البيوت اللي هني. ونحطيها محلات. محلات بتكون جانبية خلاص. لان ما بنقدر نطور ولا محل بالطريقة هاي. لا الحديقة ولا المحلات راح تطور. فخلنا نخليها حديقة. بالطريقة هذي. الحين نقدر طبعا نبدأ نزيد بيوت حولا شوي بيوت 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 خفيف خفيف. نزيد 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 لان توصل. الحديقة مشيحة لانا في مولة هني في زوار على المول. بس الشي الاصعب الحين المستشفى كم راح يغطي. شوف. يا الله. يا الله كم راح يغطي. كم راح يغطي. الحين اظن هذا لو اشلة. تأثير هامشي. نسبيا. فعليا تأثير هامشي. بحطي هذا عند سوق السمج. والحين بنحطي المطافي. مطافي كذلك. مفروض يغطي لنا معظم المناطق. وهذه بنشلة المطافي اللي هني بنحطي وين? وحدة من اماكن عند الحديقة يمكن. مش يمكن عند الحديقة. والشرطة كذلك الحين الشرطة. شلها نحطيها في الوسط. ويكون المول. يا الله يتنها زي رضي. الكوارد شكله ما بتوقف. آه. نشوف الحين في الوضع لان الحين يعينا بعد هزة ارضية. الحين. هذي مفروض تتطور لمدينة وحدايق لكن هذا ممتاز. شوفوا الهزة. تتطور لمدينة ولمدينة وصحيحة لحظة ارضية جدام تPS خرب لنا الدنيا كلها. كيف هذي ضرب لنا فيضان ويقول بقى يحترق. او بقى يحطيك من يعني هذا بس مجبور. اه وصل من هناك اوكي. ياسيون كل العربات من الماكن ثانية بس بعاد شوي. بس اه اه. كملوا والله في نص الفيضان قاعد يصيدون. يا حبيبي. فيضان ترا هه هذي الضرب الدنيا. هاي يصيد سمج. بالها رايد. نزيل. بالطريقة هاي المدينة قاعد تمشي حاليا عندنا بالنسبة لي يعني بشكل جميل جدا. بلد. بيكون. هذا ايوه. وحدة الكوارث. وحدة الكوارث بخلي لها مكان خاص فيها. اهني. خلها قريبة على كل حد في الوسط وبروحها وما في زحم عليها. شو زينتها هاي. عقب شوي 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 شوي. لازم نبدأ ان نغير المدينة اصلا بشكل عام يعني. مش بس وحدة الكوارث. مدينة بكبرها لازم تخطع على تغيرات جوهرية. تغيرات الجوهرية هاي. هاي واحدة من. الاشياء اللي راح الحين شوي شوي تساعد المدينة. الشيء الثاني اللي انا ما بنيته فعليا اللي هو صيانة الشوارع. نقدر نحطيه عند هذا عساسين شوي سوي صيانة. الحين في تكاليف مخفية هاي نسميها قاعد تطلع لنا شوي 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 تطلع لنا. اللي نباها. لازم نبا القطار. نبدون القطار وهذا رأينا في معضلة. في معضلة ضخمة. للأسف يعني. هذا الواقع. ننزل. الحين. هاي اللي ش طلعوا الجماعة. في مباني وايد ينهدمتها. الباركن ما لينهدم. كل شيء للباركن. الباركن هذا لازم نبني. نسوينا سنتر بيس وحال تيرال لا انا وش دنيا و. اوكي في ناس قاعدتي. الحديقة منها نسبيا فايدة. دخلنا عشرة دولار وتفر التذكرة. ممكن تتطور. بتتطور لليفل بعد. بنبدأ نحطي اشياء ثانية. الحين هي ليفل وين توها. جيد الوضع يعني. وضع جيد جدا. مش مش سيء ابدا يعني. انا مفروض ما اهدم هذا. هذا اللي بوابة جانبية مال ستي بارك مالي. بالطريقة. هذي مفروض كنت ابني الشارع. ما لا في اشياء هدمت في الدرب بعد من. شو اسمها يعني. من الزلزال. نزيل. الحين. هاي الحديقة وهذا المول. وعننا الطلب السكاني عادي. الطلب السكاني نحنا راح نعبيه. مش قضية ترى. الطلب السكاني شو يباله. بس بنبدأ بالشوارع الحلوة. شوي نشجر لهم. والصراحة. لو اسويهم. مربعات في الدائرة بعد تطلع حلوة. بالطريقة هذي. نبني بيوت الحين الحين. بيوت هذي شي. راح يعني اللي عوزنا لينا النيب العماير. العماير مش بعيدة. يعني مع المتر وهذا بيكون في عماير. بس الفكرة خلاص من هاي الجهة على الأغلب. ولا من جهة أخرى راح لازم نبدأ عماير. هذا شي راح يكون ضروري جدا. لأنه ما نقدر بس نعيش على الشو. على الشقق والعفوين على البيوت. البيوت تاخذ مساحة. وما فيها. ما تاخذ العدد من الناس. خلا نقول اللي يكفي. على أساس كيف قون. ولا أساس انتم ماشين في المدينة بشكل أفضل يعني. ننزيل. الحديقة هاي من تطور. تحتاج من تطلبات عشان تطور أكثر. هالمتطلبات عسبتي أنا فضيت المكان. يعني. الحين مثلا طلعت لي هاي. صح؟ أنا بأحط فيها أشياء على أساس. ليكملي متطلبات الحديقة. فهذا كان واحدة من الأشياء اللي أبا أسويها يعني. مثلا خلاص كملنا المتطلب. طريقة هاي. صح فكرا هاي مش أمر أتبع أبدا. أحين شي شوي أحلى. في ناس التي تلعب شطرانت في ناس التي تأخذ لها قهوة. يعني يعتمد ناس شو تبت تسوي يعني. ثرى بعدين إذا دخل علينا شي زين ما دخل ثرى هذو ما عند المول. وفي عندنا مكان فاضي بعد حق المترو. لأن شبكة المترو راح تكون داخلية نوعا ما. وان لوب. هنا يبدلون يروحون لوب ثاني. ويرجعون من الصناعية. وفي لوب ثالث اللي يروح لمناطق الزراعية اللي بتكون هنا. عساس توصل الناس. يعني. القطار راح نفرقى عن المترو. هاي شي أكيد. الحين هاي مبناية على هالأساس هذا. هالأساس اللي خلاها تنبني. بس بس مش غلط إذا نطيف هني دكاكين بعد. على الجانب هذا. بدل ما ونزع بيوت. ولا موسع البيوت وموسع الدكاكين اللي موجودة. بس الكوارتة شوي راح تلعب دور كبير. نيو بلدنك ترو لباس ما باعس تعملك. حاليا. حاليا. يباننا أشياء ثانية. يباننا محطة مترو ضخمة. أساسية. الكل ينتقل منها. بس وين بتكون. لأن المترو. هو بيوصل الثمانة آلاف ما عندنا مشكلة. بس الفكرة إذا عندنا مترو هني. يضرب. ولا نحطي مترو هني. المترو هذي يسوي اللوپ اللي هني. ويسوي اللوپ الصناعية بروحه أساسي. ويسوي اللوپ هني بروحه. فكل واحد يبي يروح هناك أو مكان ثاني لازم يمر على السيتي سنتر. هني نقدر نحطي دكاكين وحدائق. يعني يكون في نص حديقة مفترقة. هني تستوي اللعبة الحلوة. الفكرة يعني. يكون حديقة هني مركزية حق المترو. ومنها الكل يروح. يكون فيها دكاكين. يكون فيها الشوبنج. يكون فيها وايد أشياء. يكون فيها الحدائق. فنقدر نطلع بعد مدخول طيب من وراهم. أنت شو تبقى تقول لي الحين. فنقدر ندخل مدخول طيب بعد من وراهم. هذا موضوع آخر. هذا موضوع الحلقة الياية إن شاء الله. كيف نطلع المترو وشو بنسوي. فنشوفكم في الحلقة القادمة على خير. مشكوري على متابعة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.